كاسر الوامر الأفريقية في مصر بطولة رائعة بطولة كبيرة منتخبنا الوطني عليك ان نفرج على المنتخب الوطني كده وحنا بنقول هيكسب اسكول قد ما بقاش الموضوع بالنسبة لنا مكسب وخلاص بقينا حاسين فعلا وده اللي يعلقى برضه بمقرارنا بتاعة الكورة ان انت فعلا في لفل بعيد ان انت افضل بكتير من اللي حواليك شايف البطولة في شكل عام الزائل حتى الان بص ما فيه شكل منتخب مصر فيه فرع في المستوى في الشكل طبعا من كتر فيه لعيبة احترفة كتير بره وكتر لعيبة المحترفين فبقى فيه خبرات كويسة جدا بقى صيخة في النفس لعيب نازل بمنتخب مصر هو بيلعب على ايه في كاس العالم فبالتالي في افريقيا هو ما فيش فيه هزار والدليل على كده ده اللي جرأ مثلا اتحاد مصر ان يشارك في بطولة البحر الابيض برغم ان هي طبعا المستوى اقل شوية وشارك بعدها باربعة ايام عطوله في بطولة افريقيا كان ممكن ما يجرأش بالكلام ده اصلا لان بطولتين واربعة افريق بينهم اربعة ايام لأ انما هو شارك في لعيبة هنا ويساب فيه لعيبة جاية متأخرة شوية فتخدش اصلا على الفرقة دي عش تخدش في الفرمة دي تمام ده لما كانش هو واسخ من ان هو ده هيبقى اعداد ده اللي كويس وان فبالتالي ما كانش حد يشارك في بطولتين كده مرة واحدة على طول تمام وبالتالي هو واسخ في المنتخبه في اللعيبة وكده وبالتالي اضطر هو في البطولة دي دلوقتي هو الراكب لدرجة ان فيه فرق تانية اكاد بتلعب معك في البحر اللعبية مفيش مساوى خالص نزل مساوى كمان لان ما يعرفوش لعبه بطولتين واربعة زي ما تلوها مثلا تلاقي الجزائر مغلوبة من غينيا مرة نسمع حاجة زي دي يعني تمام وبالتالي هتلاقي فيه فرق مساوى في بقية الفرق ومنتخبك هو العالي العالي وراكب وبيكسب بالفرق 15 وفرق الكلام ده ليه لانه هو في فرمة كويسة ولعبته في فرمة كويسة تمام تقدر تقدي بقى وتوصل للكلام ده هايل جدا المنتخب مصري عنده وكان عنده النهاردة مواجهة مع المنتخب المغربي المدرب بعد المباراة قال إنه البداية ما كانتش جيدة بس مش فرق معنا إحنا المباراة بالنسبة لنا طايم معين إحنا منخلص فيه المباراة البداية النهاردة كنت شايفها مش جيدة فعلا؟ بص رئيس العاديو طبيعينا مش جيدة اللي هو ما بيلعبش بتشكيل كله عزة ملتلك راح لعيبة ويلعب لعيبة وكده وبتاع إنما أنا ليه مطلع من المباراة فرائق خمستاشر ما تكلمش أنا بالكلام ده يعني بالعكس أنا بوصل لهدفي حاجة معين كمان الحاجة التانية الحقيقة اللي بيزة أصلا ما كانتش هتحلم بها أفريقيا أصلا وبرضه ما قدرش أنكر دور الدكتور حسن مصفى وكده وبتاع قالوا خمس فرق بتلعب في بطولة العالم تعايز خمس فرق بتلعب في بطولة العالم ما هكون ساعتها في الآخر فاينال وكانوا بيتخانوا بقى ثلاث فرق قلنا يعني الحمد لله سنة دي خمس فرق إنت مثلا الأربع فرق لوصلوا سيمي فاينال تمام؟ أو ثمن فرق لوصلوا سيمي فاينال كل واحد في اللعب ماتش خلاص ضمن كاس عالم يعني بعد كده ما هيلعبوا بعض في السيمي فاينال دوري الثمانية اللي هو اللي هو اللي جايه ده تمام؟ إنت لقيت هتلاقي أربعة وسلو يعني هو ضمن خلاص كاس عالم عشان كده هتلاقي المنافسة ممكن في المتشاط دي لأنه هو وصل اللي هو عايزه إنه وصل كاس عالم فمعنديش بقى إلا أنا إيه ألعب وأكسب وحاول أكسب في أفريقيا وأعمل حاجة كويسة فبالتالي دايما أثناء البطولة كلها أهداف إنه اللعب تمهيدي رخر كمان لو أنا مثلا فرقتين بيتنفسوا مثلا مع بعض هلعبوا أثنين هلعب في الدول التميدي و هلعب في النهائي أخد ماتش التميدي ولا ماتش النهائي تمام؟ عشان هو الأولالي إيه؟ صح تمهيدي هوا نفس الشيء الفرق دي كلها بتوصل عايز توصل لسيمي فاينال ليه؟ عشان يبقى أربع فرق ضمنوا منهم إنه راحيك واسعانا أنا خلص ده منطقة اسعالة ألعب راحتي بقى في السيمي فاينال ألعب راحتي بقى ومنافسة أصلا جامدة جدا فبالتالي هي بتمشي كده مع الفرق بتمشي كده أما ما امتخب مصر فبيمشي على خط واحد تمام؟ ممكن آه تكون الدنيا في الأول يعني زي ما قالهم درب شوية كده إنما ده مش معناها إنه هو والتاليين إنهم خلص المطش مواجهة الجزائر في الدور القادم دور التمانية شايفها إزاي؟ مواجهة سهلة أو مواجهة ممكن يبقى فيها أي عقوسات؟ لا أولا عادي والطبيعي إنه هو كده دايما مواجهة مواجهة جزائر بتاع مواجهة قوية تمام؟ إنما فيه سنين كبيرة بعيدة يعني من زمان يعني مصر رقب اللعبة الجزائر في وقت بالأول كده 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 رقب اللعبة وكده وبتاع إنما العصر ده انتهى من زمان أصلا ومصر رقب اللعبة وكده إنما الأكتر من كده دلوقتي أصلا مستوى الجزائر بغلب من غينية دي حاجة آه تتكلم عن مستوى الحالي للجزائر آه يعني عن مستوى الحالي في البطولة دي كده أصلا كان فيه منافسة قوية جدا للمعصر وجزائر كانت منافسة قوية جدا آه ما ظنش إنها ستبقى المنافسة قوية بالمستوى اللي إحنا شايفينه ده أنا شايف المستوى آه حيبقى آه إن شاء الله بمشيت رحمها منذ المعطاعة يعني آه مصر إن شاء الله مش مصر البطولة دي مصر وتونس الأقوى يعني أنا شايف في فرقة تنين ممكن تبقى تعريبا يعني تعريبا آه هي احتبقى كده آآ آآ يعني كمان ناخد بالك إن ده أكتر لعبة محترفة أصلا موجودة في المنتخبين يعني آآ محترفة بره في دوليات الرباكة الموجودة في المنتخبين يعني آآ فتعريبا هو ده البطولة تبقى بين مصر و تونس آآ 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 آ